السلام عليكم ورحمة الله مساء الخير موضوعنا اليوم عن أهم أمراض الكبد الاستقلابية وتحديدا عند البالغين مننا نتكلم عن ثلاث أمراض ده ويلسون وده الصباغ الدموي الوراثي وده عوز الألفا وان أنتي تربسين طبعا في أمراض استقلابية تانية خاصة من شوفها عند الأطفال مثل أمراض خزن لجليكوجين وأمراض خزن الدهون وأمراض استقلاب الحموض الأمينية إلى آخره هاي تحتاج جلسة منفصلة أو الأفضل يعطينا إياها أحد أخصائي لأطفال إذن موضوعنا اليوم عن ده ويلسون وده الصباغ الدموي الوراثي وعوز الألفا وان أنتي تربسين مع ده ويلسون اللي هو تقريبا أشجع هذه الأمراض في الممارسة العملية هالصورة قبل ما ندخل بالتفاصيل بتلخص أهم تظاهرات ده ويلسون هو مرض استقلابي متعدد الأجهزة ناتج عن تراكم النحاس في الكبد ابتداءا ثم في الدماغ في النوى القاعدية تحديدا حتى كان اسمه التنكس الكبدي العدسي إذن يصيب الكبد أنه القاعدية في الدماغ يترسب حول الخزحية يرتشح في العضلة القلبية يصيب نفرونات الكلية يسبب انحلال دم وأيضا يصيب المفاصل النحاس من العناصر الزهيدة يعني يعتبر في الغذاء ولكن من العناصر المهمة اللي دور في عمل كتير أنزيمات كوفاكتور لكتير أنزيمات حيوية بالجسم معظم موارد النحاس هي الحبوب المكسرات بذور الكاكاو يقال إنه غني بالشوكولات غنية بالنحاس أيضا بعض الأورغان فيتس بيسموها مثل الكبد أو الطحال تبع المواشي أو الأسماك تحديدا المحار أو ما يسمى الشيلفيش هاي أغذية غنية بالنحاس ولاحقا ما نشوف أني مريد داويلسون يوصى أنه يتجنب هذه الأغذية الحاجة اليومية من النحاس حوالي 3-4 ميلي جرام والوارد اليومي من الغذاء يعني 1 إلى 2 ميلي جرام طبعا يتم امتصاص النحاس في القسم القريب من الأمعاء الدقيقة في العفاج الفائض يعني الإنسان بيأخذ يوميا تقريبا ضعف الحاجة اليومية الفائض يتم طرح أغلبه مع الصفراء ثم مع البراز جزء بسيط بالنحاس يطرح مع البول في داويلسون المشكلة هي في خلل اطراح النحاس مع الصفراء تحديدا راح نشوف بعد شوي أنه في داوالصباغ الدموي المشكلة هي زيادة امتصاص الحديد أما في داويلسون المشكلة هي في إعاقة اطراح النحاس مع الصفراء وبالتالي يتراكم النحاس أول ما يتراكم في الكبد ثم يعني يقال split out أو يعني ينتقل إلى الأنسجة الأخرى عبر الدم الأنسجة الأخرى مثل العين مثل الدماغ الكلية المفاصل وبيعمل مجموعة من التظاهرات السريرية طبعا النحاس الحر بيتفاعل مع الماء وبيشكل جذور مؤكسدة سامة للنسيج الدهني وتحديدا لأغشية الخلايا لأغشية الميتوكوندرية يؤدي إلى عملية التهابية وتليف وبالتالي تخرب للأنسجة ما هو الخلل الحاصل في داويلسون كيف تعاق عملية اطراح النحاس النحاس يصعد إلى الكبد مثل معظم المواد الغذائية عبر الدوران البابي الجسم بيأخذ حاشته والفائض يتم طرحه بطريقين البروتين اسمه ATP7B هذا على السطح القمي للخلايا الكابدية للهيباتوسايتس هذا إما يربط النحاس مع طليعة البروتين اسمه الأبوسيريلوبلازمين ليتشكل بروتين السيريلوبلازمين اللي هو البروتين الحامل للنحاس في الدم إذن الأبوسيريلوبلازمين هو طليعة البروتين لما منربطه مع النحاس يتشكل السيريلوبلازمين ويفرز إلى الدم ليشكل النحاس الجوال في الدم والذي يؤدي الوظائف الحيوية للجسم ما تبقى الفائض من النحاس أيضا يقوم بروتين ATP7B بإحاطه بفيسيكلز أو حواصيلات وثم اطراحه خارج الخلايا الكابدية إلى الصفراء ليطرح في نهاية المطاف مع البراز بدأة ويلسون بيصير طفراء في الصبغي أو في المورثة يعني ATP7B المورثة إلى نفس اسم البروتين وبالتالي بيكون عنا بروتين شاذ لا يستطيع طرح النحاس وبالتالي بتراكم النحاس في الخلايا الكابدية وأيضا يبقى نحاس الدم وبالتالي البول بتراكيز مرتفعة لعدم قدرة الخلايا الكابدية على قبطه وأطراحه مع الصفراء إذن النحاس الحر مستوى مرتفع في الكبد في الدم وفي البول أما السيرولوبلازمين هو منخفض نتيجة لهذا الخلل الحاصل الأبوسيرولوبلازمين هو طليعة بروتين هش بيتخرب بسرعة في الدم وبالتالي لو عائرنا السيرولوبلازمين عن مرضى داء ويلسون راح نشوف أنه مستوى منخفض عند 90% من مرضى داء ويلسون إذن نقص السيرولوبلازمين نتيجة لخلل البروتين الطارح للنحاس وليس سبب ليداء ويلسون كما يعني من الأخطاء الشائعة الاعتقاد أنه نقص السيرولوبلازمين يؤدي إلى الفائض من النحاس طبعا هذا الجين أو هذه المورثة ATP7B إلى أكثر من 500 أو 600 طفرة وفيه إسا طفرات لم تكتشف وبالتالي يعني من غير المجد إلى حد ما إجراء الجينيتيك تيستينج لمرضى داء ويلسون هلق فيه مراكز متخصصة تعمل اختبارات وراثية لكن سلبية الدراسة لا تنفي التشخيص لأنه فيه طفرات لم تكتشف بعد مئات الطفرات ليست كل الطفرات قابلة للتحليل وبالتالي يعني دور الجينيتيك تيستينج في تشخيص داء ويلسون دور ثانوي ومقتصر على مراكز البحث ولم يصل إلى الدقة المطلوبة بخلاف راح نشوف بعد شوية داء الصباغ الدموي الجينيتيك تيستينج جدا مهم بالمقاربة لأنه الطفرات محدودة إذن كتلخيص لما سبق نتيجة الطفرات في المورثة ATP7B يصير عنا بروتين شاذ هذا البروتين غير قادر على طرح النحاس مع الصفراء وغير قادر على تركيب النحاس على البروتين الحامل له في الدم وهذه الصورة تلخيص لما سبق هون إلى يسار الصورة النحاس عم تاخده الخلايا الكابدية ويقوم البروتين ATP7B بتركيبه على السيرولوبلازمين وإلقائه في الدم أو بإحاطه بحويسلات وإلقائه فيها الصفراء ليتم إطراحه مع البراز خلل هذا البروتين يؤدي إلى فشل صنع السيرولوبلازمين وأيضاً فشل طرح النحاس الفائض إلى الصفراء وبالتالي تراكم النحاس هاي الاكسيس كوبر في الخلايا الكابدية وتخريبها ولاحقاً تخريب أنسجة أخرى ما هي الأشكال السريرية المحتملة للإصابة الكابدية؟ دائماً أي مرض كابدية من ندرسه ما نعرف الصور المحتملة طبعاً أعراض المرض الكابدية غير نوعية في داء ويلسون نحن عنا الإصابة كلها على مستوى الخلايا الكابدية ما هو من أمراض الركود الصفراوية ما هو من أمراض الطرق الصفراوية داء ويلسون بسبب تقريباً كل الصور المحتملة لأمراض الخلايا الكابدية من الشكل الخفيف المخاتل مجرد ارتفاع بسيط في ناقلات الأمين مع أعراض بسيطة غير نوعية أو مع أعراض ممكن بدون أي أعراض ممكن يجينا بالتهاب حاد مع يرقان وحرارة وألم مراق أيمن وألم مفاصل أعراض هضمية إلى آخره مثل الصورة الحادة لأي مرض كابد حاد التهاب الكابد آ، التهاب الكابد المناع الذاتي بشكله الحاد التهاب الكابد الدوائي الحاد صورة الأكيوت هباتايتس نفسه في كل هذه الأمراض وممكن يجينا مريض داء ويلسون بقصور كابد حاد أو ما يسمى بالتهاب الكابد الصاعق الفولمينانت هباتايتس يعني تسمية ما تزال تستخدم وإن كانت ألغيت على فكرة كتذكرة نحن بنقول أنه نحن دخلنا بقصور حاد في الخلية الكابدية اللي بيصير عند المريض خلل في الوظيفة التخثرية وخلل أو اضطراب في الحالة العقلية إذن كواغيولو باثي مع ألترد منتل استيتس اجتماع هالعاملين على أرضية إصابة كابدية حادة يعني المرض الكابد الحاد بيكون شديد إلى درجة إعاقة صنع بروتينات التخثر وإعاقة الوظيفة العقلية منقول هذا المريض دخل بقصور كابد حاد وهي حالة خطيرة جداً ومهددة للحياة وتستدعي زرع كابد عاجل طبعاً ليس داء ويلسون هو الوحيد الذي يتسبب بقصور كابد حاد معظم أمراض الكابد الحادة من فيروسات لمناعي لدوائي لإقفار حاد في سياق بودكياري كلها بتسبب نفس الصورة ما يميز أو ما يعني ربما يميز الأكيوت لبارفيل يار في سياق داء ويلسون أنه قد يترافق مع انحلال دم أو مع بيلة بروتينية لأنه النحاس الحر إلو سمية مباشرة على أغشيط كوريات الحمر وإلو سمية مباشرة على ظهارة الأنبوب القريب في النفرونات الكلية وبالتالي قصور كابد صاعق مع انحلال دم أو مع بيلة بروتينية ممكن يكون تلميح لتشخيص داء ويلسون أحيانا مريض داء ويلسون بيجينا بصورة بدون أعراض صارخة ولكن بيجي بضخامات كبدية وطحالية في عنا قائمة طويلة من الأمراض يلي بتسبب ضخامة كبدية أو طحالية داء ويلسون أحد هذه الأمراض وممكن يجينا المريض بصورة تشمع كبد هذه الصور السريري المحتملة نفسها تباما ممكن نشوفها في التهاب الكبد المناعي الذاتي التهاب كبد حاد أو شديد صاعق أو خفيف مخاتل أو ضخامات حشوية أو تشمع كبد نفس الصور السريري المحتملة لالتهاب الكبد المناعي الذاتي وتقريبا نفسها في عوز الألف وان أنتتربسين بالتهاب الكبد بيه تقريبا نفسها أعراض غير نوعية فكل واحد من هالصور السريرية يعني بنحط له عدة احتمالات للتشخيص التفريق وبتحتاج عدة تحاليل للوصول إلى التشخيص النوعي بدأوا يصن غالبا الأعراض تبدأ بالطفولة الباكرة من النادر جدا أنه يتأخر للكهولة لبعض سنة الأربعين لكن في آخر توصيات للجمعية الأوروبية لأمراض الكبد الإيزيل بتأكد أنه العمر مهما كان يجب أن لا يستبعد نهائيا تشخيص داء ويلسون مرة بمشفى الجامعة بحلب شخص داء ويلسون عن مريض عمره حوالي 65 سنة فالعمر المتقدم يضعف بشدة الشخص بداء ويلسون لكن لا يلغيه نهائيا إذن هذه الصورة السريرية المحتملة بالنسبة للإصابة الكبدية ما يميز داء ويلسون عن معظم الأمراض الكبدية الأخرى هو ترافق الإصابة الكبدية مع تظاهرات عصبية ونفسية وأهم التظاهرات على الأطلاق التظاهرات خارج الهرمية لأنه أول ما يتراكم النحاس في النواة القاعدية للدماغ وتحديدا في النواة العدسية تظاهرات خارج هرمية مثل تريمور عند الأطفال وممكن يصيب المادة البيضاء ويشتبه عن أطباء العصبية مع التصلب الويحي أو مع أمراض حثل المادة البيضاء الأخرى يسبب خلل في وظيفة الأعصاب القحفية عصر بلع أو إلعاب حركات لا إرادية ممكن اضطرابات سلوكية تكون شوي مخاتلة وممكن تغييرات بسيطة بالشخصية يعني ما يعرف إلا بيذكره طبيب الأسرة يلي بيعرف الأفراد معرفة وثيقة وبيقولها الطفل يعني فيه نوع من التغير بطباعه أو بشخصيته تغير ما له علاقة بالنمو وإنما يدل على حالة مرضية تظاهرات التانية ممكن يسبب من حلال دم سلبي كومس أنه حاس إلو صمية مباشرة على أغشية القريات الحمراء ممكن يصيب الأنبوب أو النبيب القريب بالنفرونات الكلية يلي بتنفيه عودة امتصاص معظم المواد الغذائية فبصير عنا اطراحلة الحموض الأمينية للفوسفات ما يعرف بفانكوني سندروم حتى مذكور أنه يترافق مع حصيات مع رينال تيوبيولر أسيدوزيس ترسب النحاس في محيط القزحية تحديدا على ديسميت ميمبراين بين القرنية والقزحية في العين يعطينا هالحلقة لون أصفر بني في محيط القزحية تسمى حلقة كايسر فلايشر نسبة للعلماء اللي وصفوها وأخيرا هالبقع الزرقاء في قاعدة الأظافر الزوري لوكوناك هاي بقع زرقاء في قاعدة الأظافر نادرة جدا ولكن يقال أن باثنومونيك أو مميزة لداء ويلسون متى يجب أن نشك بداء ويلسون؟ طبعا أي مرض كبدي سواء كان حاد أو مزمن لكن الإصابة بتكون على مستوى الهيباتوسايد الأمراض الكبدية دائما من البداية لما من نشخص مرض كبدي نقول هذا على حساب الهيباتوسايد ولا على حساب الكولانجيوسايد هل هو من أمراض الكبد الخلايا الكبدية أو من أمراض الطرق الصفراوية فأي مرض على مستوى الهيباتوسايد سواء كان حاد أو مزمن أو صاعق بيدخل داء ويلسون في قائمة التشخيصات التفريقية المحتملة وخاصة إذا كان في تظاهرات عصبية أو نفسية هاي كتير بتوجه نحو داء ويلسون وخاصة عند الأطفال وبوجود قصة عائلة للمرض الكبد كمان من الأمور الواجب الانتباه إلى عند مرضى تشحم الكبد الداء الكبد يقدهني ألا كحولي طبعا هذا غالبا المرض بصير في سياق المتلازمة الاستقلابية إذا صار عند شخص نحيف أو عند شخص صغير بالعمر عند شخص ما عنده أي من عناصر الميتابوليك سيندروم لازم ما نتسرع بتأكيد تشخيص تشحم الكبد لمجرد أنه كان كبد عالي الصدوية على الإيكو في عنا عدة أمراض كبدية بتسبب تشحم الكبد ليس فقط الداء الكبد الدهني اللي لا كحولي التهاب الكبد سي الكحول داء ويلسون بعض الأدوية هاي كلها مثل أدوية الصرع هاي كلها أدوية تسبب تشحم في الكبد يعني مجرد أنه يكون كبد عالي الصدوية أو منخفض الكثافة على الطبقي كبد شحمي هذا لا يعني أنه التشخيص داء كبد الدهني لا كحولي داء ويلسون بيدخل في احتمالات الأمراض المسببة لتشحم الكبد التهاب الكبد المناعي الذاتي قلنا بالصورة السريرية كتير بيشبه داء ويلسون من ناحية تنوع أشكال الإصابة الكبدية والعمر الصغير للإصابة وحتى بالخزعة إذا ما استخدمنا ملونات خاصة للنحاس الخزعة بالصبغات التقليدية هيميتوكسيلين أيوزين كتير بيكون في تشابه بالموجودات فممكن أن يشخص المرض خطأا في البداية أنه التهاب كبد المناعي ذاتي لكن على أعطاء السيرويدات وثبتات المناعة ما تحصل استجابة كافية هون لازم يعاد النظر بالتشخيص وكي يكون داء ويلسون وضع التشخيص بنا أول مرة أيضاً وجود قصة عائلية للإصابة كثير بيدعم التشخيص بداء ويلسون الحقيقة معظم حالات داء ويلسون يلي صادفتنا بالممارسة العملية تجينا على العيادة الهضمية المريض مشخص أو في حدا بالعائلة عنده مشخص مريض مشخص من قبل طبيب الأطفال في الطفولة الباكرة أو من قبل طبيب الأمراض العصبية لما بيجينا بعمر 15-20 غالباً يعني بيكون في قصة عائلية أو تشخيص مشابه من قبل طبيب أطفال أو عصبية كيف يتم التشخيص؟ في عنا خوارزمية صادرة عن الجمعية الأمريكية وفي عنا سكور صادرة عن الجمعية الأوروبية على اختلاف الأسلوب بيعطونا نفس المعنى تقريباً لما منشف بداية ويصوم في سياق التشخيص التفريقي لمرض كبدي ومنطلب ثلاث اختبارات سيرينوبلازمين المصل منتوقع يكون منخفض أقل من 30 ميلي جرام بالدسيلتر بيدعم التشخيص فوق 30 يستبعد التشخيص إلى حد بعيد لكن لا يمفي التشخيص تماماً أقل من 20 وحتى أقل من 10 ميلي جرام بالدسيلتر يدعم التشخيص بقوة طبعاً أولا واحد من هالاختبارات لوحده كافي لتأكيد أو نفي التشخيص بصورة قطعية إذن سيرينوبلازمين المصل تحليل مباشر نتوقع يكون مستوى أقل من 30 ميلي جرام على دسيلتر معايرة نحاس بول 24 ساعة والمثال أنه يكون فوق الميت ميكرو جرام باليوم اللي بيتماشى مع التشخيص أنه يكون فوق الأربعين أقل من أربعين نحاس مع أنت هالمعيار عنا ما تحقق وأخيراً الفحص العيني من أجل تحري حلقة كايسر فلايشر طبعاً هاي عن الطبيب العينية وبالاستتلام أو المصباح الشقي لا يكفي الفحص السريري المباشر أو بمنظار عادي إذن ثلاثة اختبارات سيرينوبلازمين المصل نحاس بول 24 ساعة وبحص العين بالمنظار الشقي إذا تحقق هالمعايير الثلاثة معناتها نحن عنا تشخيص مؤكد لداء ويلسون إذا تحقق واحد أو اثنين فقط من هذه المعايير معناتها إسا ما وصلنا لمرحلة اليقين بالتشخيص والأفضل أنه نعمل لذار بايوبزي من أجل تلوين النحاس بصبغات خاصة اسمها رودامين وأيضاً معايرة وزن النحاس في النسيج الكابري الجاف فبدي يكون فوق الميتين وخمسين بشخص ميتين وخمسين ميكرو جرام نحاس لجرام كبد بشخص داء ويلسون بشكل قطعي أقل من خمسين يستبعد داء ويلسون بشكل قطعي وفي مراجع بتقول أقل من خمسة وثلاثين إذن سيرلوب لازمين المصل ونحاس بوال 14 ساعة واستشارة عينية وعندها الشك خزعة كبد من أجل معايرة النحاس في النسيج الكابري الجاف هاي خلاصة الخوارزمية في عنا شيء اسمه ليبزيك سكور يلي اعتمدته الإيزل اللي هي الجمعية الأوربي لأمراض الكبد بيمشي على النقاط حلقة كايسر فلايشار مثلا المريض طبعا هيك سكور ليس للحفظ واحد بيفتح أبليكيشن على الجوال وبيحسب نقاط لمريضه حلقة كايسر فلايشار التظاهرات العصبية والنفسية الشغل الثالث يسيرلوب لازمين المصل الشغل الرابع وجود فقر دم انحلالي سلبي كومس ومعايرة النحاس في نسيج الكبد طبعا هون في ملاحظة مهمة كاتبينة كل أمراض الكبد الركودية نحن عمل كل النحاس يطرح في الصفراء كل أمراض الكبد الركودية مثل التشمع الصفراوي البدئي الألكاليفوس فتاز بيكون طبيعية أو حتى منخفضة في داء ويلسون بينما تكون مرتفعة في أمراض الكبد الركودية إذا صار عنا لسكور لايبزيج كايزر فلايشار رينغ والفحص العصبي سيرلوب لازمين المصل فقر الدم الانحلالي نحاس الكبد الجاف ونحاس البول وأخيرا الاختبارات الصبغية طبعا في المراكز المتخصصة أربع نقاط بتقول أنه التشخيص مؤكد ثلاث نقاط التشخيص محتمل نقطتين فما دون التشخيص جدا مستبعد فسكور لايبزيج يعني بيعطينا مرونة أكبر للتشخيص لأنه ببلادنا غير متوفرة خزعة الكبد مع نحاس النسيج الكبد الجاف ممكن بالمعايير التانية نحق نشخص داء ويلسون بدون الحاجة إلى الخزعة إذا كانت حلقة كايزر فلايشار واضحة نقطتين ونحاس البول 24 ساعة مرتفع أكتر من ضعفين نقطتين هاي صار عنا أربع نقاط على معيارين بتشخيص داء ويلسون طبعا ضروري نستبعد فيروسات الكبد ضروري نعمل للمريض مناعيات ونستبعد التهاب الكبد المناعي وأيضا نستبعد أمراض الكبد الركودية فيعني أنا بقترح أنه نعتبد هالسكور أكتر من خوارزمية الجمعية الأمريكية لأنه بيعطينا مرونة لوضع التشخيص دون الحاجة إلى خزعة كبد طبعا لاغنا عن خزعة الكبد لنعرف الانذار في أي مرض كبد مزمن البايوبزي بتفيدنا لنشوف يعني نحن بأي مرحلة طفينا الحريق الحاصل في الكبد عند أي مرحلة تم إيقاف التليف والتخرب في الكبد وما هي نسبة النسيج الكبد السليم البايوبزي هم بتعطينا معلومات يعني لا تقدر بثمن مشان نعرف الكبد هل هو سليم ولا لا لأنه ممكن يكون مريض وصل لتشمع كبد كامل ولكن معاود ويطلع الإيكو وحتى الطبقي والرانين المغناطيسي طبيعي في المراحل المبكرة الخزعة هي أدق تشخيص أدق استقصائي تشخيص مدى التليف في الكبد هاي عنا الصبغات خاصة هل بقع الحمراء إلى جزء الأيمن من الصورة عبارة عن حبيبات أو جرانيولز فيها نحاس متصبغ باللون الأحمر البني اللي هو أخذ صبغة الرودامين العلاج من نعرف العلاج الشهير هو البنيسيلامين طبعا المرضى يوصى المرضى بتجنب الأطعم الغنية بالنحاس الحبوب المكسرات الكاكاو الأسماك وكبد وطحاء الماشية الأدوية في عنا خالبات للنحاس مثل البنيسيلامين والتريانتين وفي عنا الزينك اللي يعيق امتصاص النحاس من الأمعاء طبعا الأدوية كلها قديمة يعني اللي بنسلامين من خمسينات القرن الماضي بالستينات التريانتين وحتى أحدث الأدوية تيتراثيوموليبديت يعني عمره أكثر من أربعين سنة فخالبات النحاس أدوية قديمة حتى في دواء قديم اسمه الديمار كابرول هذا استخدم في الحرب العالمية التانية لعلاج التسمم بالزرنيخ وغازات الأعصاب ممكن أيضا يستخدم كدواء خالب للنحاس فنحنا عنا الأكثر استخداما هننا اللي بنسلامين والتريانتين من الضرورة تأكيد أن العلاج بنيكون مدى الحياة يعني داوية لو تركها دون معالجة أحسن ما أنه نعطي المريض علاج وينقطع بعد شهرين أو ثلاثة الانقطاع عن العلاج يعني بالتجارب السريرية لوحظ أنه بيسبب تسارع في ترقي إصابة المرض الكبدة وممكن يدخل المريض بقصور كبدة ساعق وهالشي بيشكل صعوبة خاصة أن المرضى بيكونوا صغار بالعمر التزامهم بالدواء شوي صعب عندهم شوي اضطرابات عصبية أو نفسية فهو منا تعامل وتعاون وثيق بين الطبيب والأهل للتأكيد على ضرورة الالتزام بالمعالجة زرع الكبد بشأن نخلص منها النقطة هو العلاج النهائي لكل أمراض الكبد التي تنتهي بتشمع كبد لكن إذا كان الوضع الكبد مقبول والمريض عنده الإصابة المسيطرة هي إصابة عصبية أو حتى إصابة قلبية مثلا اعتلال عضلي قلبية تحددي ما رح يستفيد من زرع الكبد زرع الكبد بالأساس يعالج المشكلة الكبدية ويمنع استمرار تراكم النحاس في الأنسجة الأخرى لكن إصابات الأنسجة خارج الكبد غالباً بتكون غير عكوسة إلا إذا لحقنا وصحبنا النحاس منا بالمراحل المبكرة المرضى اللي بياخده ديبين السلامين وزنك لسنوات وما بتتراجع أعراضهم العصبية ما رح تتحسن هذه الأعراض العصبية على زرع الكبد الديبين السلامين متوفر على هيئة تابلت إذن دواء فموي عيار 250 ما في غير هالعيار يُعطى بجرعة بين 750 ميلي جرام حتى الألفين الجرعة البدئية 750 يعني 3 حبات قبل الطعام وترفع الجرعة تدريجياً ليش الرفع التدريجة؟ لأن البن السلامين مشتق من البنسالين في تعديل كيميائي على تركيبه طبعاً ما له أي دور مضاد حيوي لكن بسبب تحسس بسبب طفح جلدي وممكن يحرد هجمة ربو حمى ضخامة عقد لنفاوية فنبدأ بجرعة صغيرة ونرفع الجرعة تدريجياً الجرعة القصوى هي 2 جرام فيه اليوم أهم مشاكل الديبين السلامين أنه ممكن بالفترة الأولى بالأسابيع الأولى يزيد من شدة الأعراض العصبية وهالشيء يعني يخلى كتير أطباء يرجعون للمرتبة الثانية ويصير التريانتين هو العلاج الخط العلاجي الأول لو لا كلفة التريانتين تريانتين دواء كتير مكلف 80 إلى 90% من المرضى بيستفيدوا على العلاج بالديبين السلامين والاستفادة على العلاج دلالته بتراجع مستوى نحاس بول 24 ساعة وحتى تراجع وغياب حلقة كايزر فلايشار وأيضا تحسن في الأعراض السريرية ووظائف الكبير مع الديبين السلامين نعطى فيتامين بي سيكس لأنه يعيق امتصاص هذا الفيتامين وعوز فيتامين بي ستة بسبب مثل ما منعرف أعراض عصبية على مستوى الأعصاب المحيطية لذلك يوصى بتعويض البيريروكسين أو فيتامين بي سيكس بجرعة 50 ميلي جرام كل أسبوع التريانتين أيضا دواء خالب للنحاس وجرعته مثل جرعة الديبين السلامين 250 ميلي جرام وجرعته بين الخمسمية للألفين أيضا تزاد بشكل تدريجي وهو الدواء المفضل لما بيكون في عنا أعراض عصبية واضحة عند المريض تأثيراته الجانبية أقل بالنسبة للتحسس بالنسبة لمفاقمة الأعراض العصبية أحسن من الديبين السلامين من هالناحية لكن عابيقوله أنه دواء جدا مكلف وهذا المانع الوحيد لتعميمه على نطار واسع في عنا دواء آخر اسمه التتراثيوموليبديت كان الملح تبعه أمونيوم أمونيوم تتراثيوموليبديت الدواء الأحدث منه هو البيسكولين تتراثيوموليبديت هاد بشكل معقد مع النحاس ينطرح السواء مع البوراز يقال أنه النتائج عليه واعدة لكن رغم أنه دواء بالأسواق من حوالي 40 سنة ما عليه دراسات كبيرة وإلى الآن لم يأخذ موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وأخيراً الزينك سواء كان زينك أسيتيت أو غلوكونايت منى 50 ميلي جرام أليمنتال زينك زينك صافي ثلاث مرات في اليوم الزينك لا يطرح النحاس وإنما يمنع امتصاص النحاس في الأمعاء وبالتالي يمنع زيادة تراكم النحاس في الجسم فإذا كنا في المراحل الباكرة مثلاً تشخص عند أحد الأخوة داويلسون صريح الأخ الأصغر تم الكشف عن المرض مبكراً طلع عنده مثلاً تحليل المخبرية بتتماشى مع داويلسون قبل ظهور الأعراض ممكن يكون الزينك وحده هو الكافي أو بعد العلاج الخالب للنحاس تراجعت الأعراض حسن التحليل المخبرية ممكن نتابع بالزينك فقط وممكن حتى بالمشاركة مع البنس اللامين إذن قبل الخالبات أو بعد نجاح المعالجة الخالبة أو بالتوازي مع المعالجة الخالبة للنحاس ممكن نعطي الزينك تأثير الجانب الوحيد يلي منحذر منه أنه ممكن يفاقم ارتفاع ال-ALT وال-AST أنزيمات الكابين قد يخطر على البال أنه الفيتامينات أو المعادن ما بتسبب مشاكل لألزينك في تحذير أنه ممكن يرفع مستوى ناقلات الأمين الكابينية هاي تلخيص من كتاب مايو كلينيك لا أهم المعالجات طبعاً كتاب أميركي فما نذاكرين التيترا لأنه ما نؤاخد ما نؤاخد FDA approval إذن بين السلامين والتريانتين الجرعة البدئية 250-500 حسب هالمرجع وممكن نصل إلى ال-2 جرام والزينك أسيتات أو جلوكونات 50 ميلي جرام 3 مرات المراقبة أثناء العلاج من الراقبة سيرولوبلازمين الدم ونحاس بول 24 ساعة للتأكد من التحسن وحتى كايزر فلايشر لازم تختفى كدليل على سحب النحاس الفائض في الجسم التنبيه أنه إذا فيه أعراض عصبية صارخة تريانتين هو المفضل مع البيس اللامين ننتبه للارتكاسات التحسسية ومنعود فيتامين بي 6 ننتقل للكلام عن المرض الثاني بجلسة اليوم ده الصباغ الدموي الوراثي أو الهيمو كروماتوزيز هالصورة أيضاً بتلخص معظم تظاهرات المرض الخلل الجين المصاب اسمه HFE H يعني high وFE اللي هي اختصار للحديد إذن جين high iron HFE خلل هذا الصبغة يؤدي إلى زيادة في الحديد على مستوى الكبد ممكن يعمل لنا تشمع كبد على مستوى القلب ممكن يعمل لنا اعتلال عضلي قلبية ممكن يصيب المفاصل يعمل تكلس في غضاريف المفاصل وتنكس للمفاصل ممكن يصيب الغدة النخامية ممكن يصيب البنكرياس ممكن يصيب الغدة الجارات الدرق نتيجة تراكم الحديد في الأنسجة وتسببه بتخرب الأنسجة في عنا ملاحظات جدا مهمة على الحديد الإنسان الطبيعي البالغ بحاجة إلى 1 إلى 2 ميلي جرام من الحديد يوميا الوارد الغذائي بيكون فيه 10 إلى 20 ميلي جرام والإنسان بيمتص فقط 10 بالمية من الوارد قدرة الأمعاء على امتصاص الحديد محدودة جدا هي 10 بالمية فقط من الحديد الوارد طبعا في حالات عواز الحديد بشكل طبيعي تزاد هذه القدرة إلى 20-30 بالمية في حالات فقر الدم لعواز الحديد أو الحمل مو أكتر من هيك معظم الحديد في جسم الإنسان المصدر الأساسي هو إعادة تدوير حديد الكريات الحمر الميتة فلما بصير في عنا نزف هضمي مهما كان بسيط نزف هضمي خفي بمعدل 1 ميلي يوميا هذا ممكن يسبب للمريض فقر دم بعواز الحديد مهما كانت تغذية المريض جيدة إذا مريض عنده تيومر وينزف 1 ميلي كل يوم بعد عدة أشهر فليجينا بفقر دم بعواز الحديد لأن قدرة الجسم على امتصاص الحديد محدودة ولما بصير في عنا فقر دم الزيادة البسيطة في قدرة الجسم على الامتصاص لا تكفي للتعويض أيضا قدرة الجسم على طرح الحديد محدودة لذلك من شوف تراكم الحديد عند مرضى التلسيمية مثلا يلي بيخضعه لنقل دم متكرر الدم يحمل كمية كبيرة من الحديد إذا ما عفونا مع خالبات حديد الكليتين ما عندوا قدرة على طرح الفائد من الحديد هلأ بداية الصباغ الدموي الطفرة الـ HFE أو الـ High Iron هذا البروتين يقوم بيصنع هرمون الهبسيدين هرمون هو هرمون بروتيني هرمون الهبسيدين طبعا هي في عدة مراحل أهم الشيء نركز على الهبسيدين هو الهرمون الناظم لمعدل امتصاص الحديد في الأمعاء يعني لما بيكون في عنا حاجة للحديد حمل أو فقر دم مثلا الهبسيدين بيعطي أوامر بزيادة امتصاص الحديد في الأمعاء الدقيقة لما بتمتلئ مخازن الحديد الهبسيدين يثبت امتصاص الحديد من الأمعاء الدقيقة بيكون عنا HFE بروتين طافر ما بيشكل هرمون الهبسيدين وبالتالي بيصير في عنا زيادة غير مثبتة لامتصاص الحديد في الأمعاء الدقيقة وهذه الزيادة من المفاجئة أنها زيادة بسيطة جدا ولكن ممكن تكون خطيرة جدا في داء الصباغ الدموية تم امتصاص 4 ميلي جرام فقط من الحديد يوميا والحاجة اليومية 1 أو 2 ميلي جرام يعني الإنسان عم بيأخذ 2 أو 3 ميلي جرام فقط من الحديد الزائد عن الحاجة يعني بالسنة تقريبا 1 جرام إذا حسبنا 3 ميلي جرام في اليوم بعد سنة الجسم بيأخذ 1 جرام من الحديد الزائد هذه الزيادة البسيطة لا يستطيع الجسم التخلص منها 1 جرام بالسنة بعد 20-30-40 سنة يقال الكمية الضارة من الحديد 15 إلى 40 جرام بعد ما يتراكم 15 إلى 40 جرام من الحديد في النسيج الكبدية تبدأ الأعراض الكبدية بالظهور إذا الإصابة الكبدية في داء الصباغ الدموي هي مزمنة ذات بدء مخاتل وتتأخر غالبا إلى بعد سن الأربعين وهي الشكل بيمثل الامتصاص الحديد طبعا في عنا عدة بروتينات ناقلة للحديد أهم الشيء الهبسيدين في حال عوز الحديد الهبسيدين غير نشط وفي عنا امتصاص فعال للحديد من ظهارة الأمعاء عند امتلاء مخازن الحديد يتنشط الهبسيدين ويعطي الأوامر للخلايا المعاوية بإيقاف امتصاص الحديد وهذا الشيء الطبيعي في حال خلال الهبسيدين يصير في عنا أنسبوز أو امتصاص غير مطبط للحديد من ظهارة الأمعاء ويصير عنا تراكم الحديد في الكبد إذن إصابة الكبد بخلاف دقوين الصور عنا إصابات حادة وتحت حادة وإلى آخره غالبا إصابة مزمنة مخاتلة يجينا المريض على بشكاية ضخامات كبدية أو تشمع كبد للدراسة ممكن يكون في عنا ضخامة طحاء الفرط توتر وريد الباب تراكم الحديد في النخامة أو في الأقناد بيعمل عصر طمث عند النساء بيعمل لنا عنانة وضعف انتصاب عند الذكور البنكرياس ممكن أن يصاب النسيج خارجي أو داخل الإفراز فممكن يصير عن المريض داء سكري وممكن يصير عنده قصور في إفراز الأنزيمات الهاضمة وسوء امتصاص تراكم الحديد في الجلد يؤدي بآلية مجهولة إلى زيادة إنتاج الميلانين وتصبغ الجلد باللون البرونزي فأحياناً يشار لداء الصباغ الدموي هو برونز ديابيتس أنه الداء السكري البرونزي نسبة لإصابة البنكرياس وإصابة الجلد ارتشاح الحديد في ألياف العضلة القلبية بيعمل لنا اعتلال عضلة قلبية تحددية وهذا بيترافق مع حصارات نقل واضطرابات في نظم القلب وممكن تراكم النحاس فيه عفوا الحديد في غضاريف المفاصل أكثر الشيء بحب غضاريف الإصبع الثاني والثالث المفاصل الصناعية السلامية الام سي بي الثاني والثالث هاي جداً مميزة للهيمو كروماتوزي بتسبب تنكس مفاصل مبكر طبعاً تنكس المفاصل التقليدي يعني بصير عند المسنين لما بصير تنكس مفاصل الثلاثينات بالأربعينات هذا يقال له أوسيو أرثروزيس أو تنكس مفاصل يعني فيه عمر أبكر من المعتاد إذا الإصابة الكبدية غالباً بتكون مزمنة بيأثر على الهرمونات الجنسية على وظيفة البنكرياس تصبغات جلدية اعتلال عضلة قلبية تحددة وتنكس مفاصل مبكر هون دراسة على 250 مريض بنمركز على الأرقام الأبيض الخط هون على السواء واحد هو معدل هالمضاعفات عند عموم السكان سرطان الكبد اعتلال العضلة القلبية الداء السكري التشمع والسرطانات الأخرى إذا السرطانات الثانية تتأثر عن مرضى داء الصباغ دموي نفس الشيوع احتشاء العضلة القلبية أيضاً نفس المعدل تقريباً بحسب هذه الدراسة لكن في عنا زيادة مثلاً سرطان الكبد أكثر من 100 ضعف خطر نسبي سرطان الكبد عند مرضى داء الصباغ دموي أكثر من 100 ضعف خطر إصابة عموم الناس اعتلال العضلة القلبية والداء السكري طبعاً أكثر بنحو 10 أضعاف أيضاً تشمع الكبد أكثر بنحو 10 أضعاف هذه الدراسة لتقول الخطر الرقمي لهالاختلاطات هاي عن مرضى داء الصباغ الدموي كيف يتم التشخيص النوعي لداء الصباغ الدموي نحن بلزمنا أول شي منشوف الفريتين اللي هو البروتين الخازن للحديد عادةً بيكون فوق الألف فعن طبيعي بين المية والتلاتمية بيهمنا نسبة إشباع الحديد حديد على سعراتها في المصل الطبيعة بتكون بالعشرينات عشرين خمسة وعشرين بالمية عن مرضى داء الصباغ دموي بتكون نسبة الإشباع أكثر من خمسة وارعين بالمية والاختبار التالت هو الجينو تايبينج لها لها الجين اتش اف اي في عنا طفرتين مشهورات C 288Y والH 63D في داء الصباغ دموي من المجدي ومن الضروري طلب الجينو تايبينج لأنه عنا هالطفرة المعروفة عند أكثر من تسعين بالمية من المرضى بخلاف داء ويلسون يلي عنا مئات الطفرات وإسا في طفرات لم تكتشف بعد إذن اللي بيمشي مع التشخيص في الريتين فوق الألف مع إشباع حديد فوق 45% مع إيجابية الاختبارات الصبغية أبكر المؤشرات إذن هو ارتفاع نسبة إشباع الحديد يعني لدرجة بتقول إنه إذا كان إشباع الحديد أقل من 40% يفضل البحث عن تشخيص آخر أو إنه ممكن يكون عند المريض داء صبغ دموي لكن إسا ما تراكم الحديد إلى الحد المتسبب بأذية الفريتين بيرتفع فوق الألف لكن مع الانتباه أن البروتين هو الفريتين من بروتينات الطور الالتهابي الحاد والطفرات معروفة H63D أو C 2A2Y هاي هدول الطفرتين موجودين عند 95% من المرضى خزعة الكبد ممكن تشوف الحديد قلنا صبغة الرودامين لأنه حاس صبغة بروسيا بلو للحديد أيضاً نشوف وزن الحديد في النسيج الكبدي الجاف وأيضاً درجة التلايف في النسيج الكبدي هنا لدينا صور هون عنا تراكم أشد هون عنا تقريباً المسافة البابية وهي تسمى الزون ون أو المنطقة القريبة من المسافة البابية يلي فيها التروية الدموية أغزر الشيء هون يبدأ تراكم الحديد إذا يبدأ تراكم الحديد من محيط الفصيص الكبدي باتجاه المركز هون عنا كل الفصيص الكبدي تقريباً مرتشح في الحديد وعنا هالسهم يشير إلى تراكم الحديد في خلايا كوبفر اللي هي خلايا مناعية في أشباه الجيوب الكبدية يعني الخلايا الكبدية أشبعت بالحديد وبدأ تراكم الحديد في خلايا كوبفر بينما هالأسهم يلي على شكل مثلثان عم تشير إلى فروع لقنوات صفراوية سليمة بدل أنه المرض يصيب الهيباتوسايد ويعاف عن إصابة الكولانجيوسايد في حالات فرض حمل الحديد الثانوي داء الهيموسيدروزيس أو عن مرضى التلسيمية مثلا مرضى عصر تصنع النقي يلي بينقله دم بشكل متكرر بدون أخذ جرعات كافية من خالبات الحديد يتراكم الحديد هالصبغات الزرقاء في خلايا كوبفر وليس في الخلايا الكبدية طبعا في المراحل المتقدمة تشبع كل خلايا كوبفر وأيضا الخلايا الكبدية بالحديد ويصعب التفريق بين داء الصباغ الدموي البدئي والثانوي البدئي يلي هو وراثي نتيجة زيارة امتصاص الحديد والثانوي الناتج عن فرط نقل الدم لأمراض مختلفة كيف تتم معالجة داء الصباغ الدموي؟ طبعا بسبب قدرة الجسم المحدودة على طرح الحديد فالعلاج الأكثر جدوى هو التبرع المتكرر بالدم أو يسمى فصد الدم العلاجي المريض بيتبرع بوحدة دم واحدة أو نص لطر من الدم مرة كل أسبوع حتى وصول الفريتين إلى أقل من خمسين طبعا قبل كل تبرع مباشرة لازم يعمل مريض تحليل خضاب ونتأكد أن ما عنده فقر دم بيتبرع المريض مرة نص لطر من الدم كل أسبوع وصولا إلى فريتين أقل من خمسين بعدين بيصير التبرع مرة كل شهرين أو ثلاث شهور طبعا ما في داعي لنظام غذائي خاص بخلاف داء ويلسون يلي المريض منع عن أطعمه معينة لكن يوصل المريض بتجنب الأدوية يلي فيها حديد حتى لو كان مالتي فيتامين ممكن يكون في عشرة ميلي جرام حديد تعمل للمريض مشكلة فبدو ينتبه أن الأدوية اللي عم يستخدمها ما يكون فيها حديد ولو بتراكيز بسيطة بالنسبة لخالبات الحديد الدواء المعروف ديفيروكزامين يلي هو بنعطى تسريب بمضخة وريدي أو الديفيرازيروكس يلي هو بنعطى فموي هاي أدوية تفيد في داء الصباغ الدموي الثانوي اللي عندهم أمراض دموية وعب يصير عندهم نقل دم يعني مو مع كل عالجهم بالفصارة مريض تلسيمية كبرى نعطيه الدم بالإيد اليمين ونسحهه بالإيد اليسار فصل الدم العلاجي غير مجد عند هؤلاء المرضى فعلاجهم بتنبي الديفيروكزامين بنعطى بمضخات مضخة تحت الجلد أو مضخة وريدية أو حتى حق عضلي جرعة ديفيروكزامين تقريباً واحد لاثنين جرام بالجلسة جلسة كل أسبوع تقريباً وممكن ياخدوا المريض فموي جرعة مشابهة تقريباً هاي اللي بالنسبة لمرضى ده الصباغ الدموي الثانوي أما البدئية يكفي التبرع المتكرر بالدم حتى وصول الفير ريتين إلى المستوى الهدف أخيراً عوز الألفا وان أنتي تريبسين هو مرض نادر جداً بالممارسة ما حكينا عنه التفاصيل كبيرة من المعروف أنه هو إصابة كابدية ورئوية وهالصورة بتلخصنا الفيزيولوجيا المرضية لعوز الألفا وانتي تريبسين الإصابة الرئوية بسبب فعالية زائدة للنيتروفين إلاستيز أو أنزيم الإلاستيز الخاص بالكوريات البيضاء المعتدلة هو أنزيم حال للبروتينات المفروض أنه يقتل الجراثيم والمفروض أنه أنزيم الأنتي تريبسين يكبح جماع هذا الإلاستيز فنتيجة عدم كفاية فعالية أو مستوى الألفا وانتي تريبسين يصير فيه عنا فعالية زائدة الإلاستيز الليتروفيلز يصير فيه عنا تخرب لجدران الأسناخ وبالتالي نفاخ رئوي وتوسع قصبي يصير عنا COPD أو الانسداد المزمن خاصة عند غير المدخنين على مستوى الكبد الألفا وانتي تريبسين المسفولد أو الشاذ البنية يتراكم فيه الكبد وبسبب تخرب للنسيج الكبدي إذا الآلية مختلفة على مستوى الرئة هو عبارة عن فعالية حالة للبروتين وعلى مستوى الكبد هو تراكم للأنزيم الشاذ اللي له بنية شاذة وتراكم الزائد في الكبد بسبب أذية للخلايا الكبدية على فكرة اسم الأنزيم أنتي تريبسين ما له علاقة بفعاليته أطلق عليها الاسم قبل معرفة وظيفته الحقيقية التريبسين اللي هو أنزيم البنكرياس الهاضم للبروتين ما له علاقة نهائيا بالمرض يعني يفضل تعديل الاسم لا يصير اسمه أنتي إلى ستيز تريبسين ما له علاقة الأنتي تريبسين هو أنزيم بيثبت الأنزيمات الحالة للبروتين وأهم هذه الأنزيمات هو النيتروفيل إلاستيز هذا أنزيم تفرز الكريات البيضاء التي تدافع عن الأسناخ الرئوية من الميكروبات الممرضة فهذا الأنزيم الإلاستيز المفترض أنه يشتغل إلى حد معين وبعدين بعد ما ينتهى عمله ويخضي على الجرثومة يجي الأنتي تريبسين ويعطل الإلاستيز عند نقص مستوى الألف وأن تريبسين على مستوى الكبد المرض هو ما في أن نحل البروتين في الكبد لكن الألف وأن تريبسين نتيجة الطفرة عب يصير شكل البروتين شاذ ويحتبس في الخلايا الكبدية ويسبب تخرب للخلايا الكبدية المرض لا لتظاهرات غير الإصابة الكبدية والرئوية بخلاف أول مرضين درسناهم اليوم يلي فيهم إصابات في أعضاء متعددة الإصابة الإصابة الكبدية يمكن يشوف من المراحل المبكرة للولادة التهاب كبد حاد التهاب كبد صاعق أو يرقان حتى ركودي عند حديث الولادة احتمال يدخل الطفل بفشل كبد أو يموت لكن إذا نفر الطفل من هالهجمة 80-85% من الأطفال غالبا يعيشوا حياة شبه طبيعية مدى الحياة أو ممكن يرجع يتجدد المرض عندهم بالعشرينات بالثلاثينات من العمر إذن المرض له ذروة في الأسابيع الأولى للحياة أو في الأشهر الأولى وبعدين إما يعني بيكون قاتل أو بيظل خامد مدى الحياة وممكن يتفاعل بأي مرحلة من العمر إذن قصة يعني التهاب كبد يرقان متكرر في سن الطفول هاي اللازم تدعمنا لا تشخيص الألف وان أنتتربسين تدعم شكل السريري وخاصة إذا ترافق مع إصابة رئوية COPD وخاصة عند شخص غير مدخن طبعا الشخص المدخن يلي عنده عوز ألف وان أنتتربسين بصير عنده تسارع أكبر في الإصابة الرئوية طبعا ممكن يكون في عنا إصابة كبدية واحدة أو إصابة رئوية واحدة أو إصابة كبدية ورئوية طبعا ألف وانتتربسين هو من بروتينات الطور الحاد فإذا كان في عنا عوز جزء وحالة التهابية ممكن يرتفع للمستوى الطبيعي معاييرته لا تكفي أبدا للتشخيص وما لقيمة تقريبا بتشخيص المرض الكبدي لأنه المرض الكبدي سببه شاذ البنية وليس بروتين ناقص المستوى في عنا الاختبار الجيني الصبغة اسمه PI PI اللي هي اختصار لبروتياز انهيبيتر النمط الطبيعي بيكون الصبغة يعني على زوج الصبغيات M و M والنمط الشاذ ZZ اللمط الوحادي اللواقع PIMZ بيكون في عوز جزئ إصابة خفيفة PIZZ هو إذا الاختبار الجيني هو التشخيص الحاسم لعوز الالفا وان انتي تربسين PIZZ خاصة هذا بيدعم التشخيص وبيخلى المريض مرشح لزرع الكبدي هون الصورة عم تظهر جرانيولز أو حبيبات في النسيج الكبدي عم تاخد صبغة البريريوديك أسيد شيف هي بتعبر عن بروتين الفا وان أنتي تربسين الشاذ المتراكم في الخلايا الكبدي بالنسبة لعلاج الإصابة الرئوية علاج عرضي للنفاخ الرئوي بخاخات موسيعة قصبات متوفر الالفا وان انتي تربسين كمستحضرات وريدية تنعط تسريب وريدي مرة كل أسبوع بتلطف وتبطئ من ترقي الإصابة الرئوية العلاج الوحيد للإصابة الكبدي في حال الوصول إلى مرض كبدي متقدم هو زرع الكبدي تعويض الالفا وان تربسين يحل جزئيا المشكلة الرئوية ولا يؤثر على المشكلة الكبدية زرع الكبد هو العلاج الوحيد إذا وصل المريض إلى مرحلة تشمع الكبد شكرا لستماعكم وبتمنى لكم التوفيق يعطيكم العافية